السلام عليكم اعزائي طلبة وطالبات واولياء امور الصف الاول السنوي. ان شاء الله نكمل مع بعض شرح وحل كتاب المعاصر الوحدة التانية بالكامل. طيب زي ما قلت لك قبل كده هتلاقيني سايب لك في صندوق الوصف رابط موجود فيه شرح قاعدة يونتو بالكامل على الصبورة. وهتلاقي رابط كمان موجود فيه قراءة كلمات الوحدة. نبدأ مع بعض الوحدة التانية اول صفحة عندي. السؤال الاول فيها بيقول هنا. نقط is a person who people can look up to and try to be like them. طيب ده تعريف جميل جدا. بيقول الشخص اللي الناس بتقدر ان هي خلي بالك كلمة look up to يعني تحترمه تقدره وتحاول انها تكون شبهه. كلمة to be like يعني تبقى شبهه. تشبهه يعني. طبعا ده اللي الناس بتحاول تقلده. ده بيكون قدوة بالنسبة لهم. خلي بالك بقى كلمة قدوة لازم تكون حافظ حرفها لانه بيحاول لخبطك. يعني مسلا rule model هنا rule معناها قاعدة او قانون ما تنفعش. انا عايز كلمة قدوة اللي هي rule model. فلازم نحفظ الكلمة دي بحرفها. بعد كده نكمل مع بعض. بيقول هنا نقط is a operation of moving an organ or piece of skin etc. from a person to another. برضو هنا بيقول لك ايه هي العملية اللي بيتم فيها نقل عضو من الجسم او قطعة من الجلد الى اخره من شخص الى اخر. طبعا الموضوع ده احنا بنسميه نقل الاعضاء. يعني يبقى نقل الاعضاء. خلينا نشوف كده. دي معناها ضغط. طيب كلمة يعني نقل عضو. هي دي اللي انا عايزها. اما transport دي طبعا وسائل النقل. و transform اللي هي تحويل الاموال وهكذا. اللي بعده. بيقول هنا. a or an نقط is a strong hope or wish. طيب خلي بالك بيقول امنية قوية او تمني قوي. طبعا ده تعريف لكلمة desire. desire يعني رغبة. طبعا track يعني مصارو ability يعني قدرة. والبتيجي بمعنى ارادة. بعد كده بيقول to نقط is to allow some blood or a body organ to be removed from your body so that it can be used in a hospital to help someone who is ill or injured. طيب خلينا نشوف التعريف ده. بيقول انك تسمح لبعض الدم او جزء من جسمك بانه يعني يتم ازالته من الجسد علشان تقدر تستخدمه مستشفى لمساعدة شخص مريض او مصاب. انت كده بتتبرع بالجزء ده. بيبدأ تعريف لكلمة donate. donate يعني يتبرع. بعد كده طبعا كلمة reduce يعني يقلل وي protect يحمي وسكور يعني يحرز. بعد كده بيقول هنا نقط means willing to give money spend time et cetera in order to help people or give them pleasure. طيب كلمة willing يعني انك تكون مستعد لاعطاء المال انك تدي فلوس او تنفق وقت الى اخره لكي تساعد الناس ان هما طبعا تمنحهم السعادة. لكي تساعد الناس او تمنحهم السعادة. انت كده بتعمل اه عمل اه طبعا كريم. فده ممكن نقول هنا كلمة generous generous اللي هي يعني ساخي او كريم. السؤال اللي بعده بيقول هنا نقط is the respect and admiration that someone or something gets. بيقول هنا الاحترام والاعجاب اللي شخص يعني بيحصل عليه. because of their success or important position in society. طيب الاحترام والتقدير والاعجاب اللي فيه شخص بيحصل عليه بسبب نجاحه او مكانته المهمة في المجتمع. الموضوع ده تعريف prestige اللي هي الوجهة او الوجهة يعني. فقول هنا prestige. السؤال اللي بعده بيقول هنا. or an نقط is an official document that people sign to show that they have agreed to something. طيب ده تعريف بيقول هنا الوثيقة رسمية اللي الناس بتوقع عليها يعني علشان تبين انها موافقة على حاجة معينة. طيب القصة دي كلها بيكون تعريف لكلمة agreement اللي هو طبعا اتفاقية او عقد اتفاق. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيقول هنا good education and wealth give people not in society. طيب بيقول التعليم الجيد والصروة بيعطوا الانسان طبعا هم بيدلوا مكانة ووجهة في المجتمع. واجهة اللي هي prestige. بعد كده بيقول محمد صلاح has a not agreement to play for his team. بيقول محمد صلاح عنده خلي بالك عايز يقول عقد اتفاق طويل الامد انه يلعب في هذا الفريق. طيب اتفاقية طولة الامد طويل الامد يعني long term. بعد كده بيقول people who have نقط are smart. طيب بيقول الناس اللي بيكون عندها ايه بتكون زكية. خلي بالك بقى. عندي هنا كلمة have بيجي وراها اسم. عايز يقول عندها زكاء. طيب دي صفة. معناها زكي. فما تنفعش معي. الصح ان انا اقول اللي هي يعني الزكاء. طيب بعد كده. بيقول هنا. ايه هاف استرونج نقط. تو بي وان اف زا طوبرز زي سير. طيب هنا عايز يقول ان انا عندي ايه قوي? اني اكون يعني من المتفوقين هذا العام. خلي بالك دي صفة لاسم. يعني في هنا اسم هيجي وراها. يعني عايز يقول رغبة قوية. هو جايب لي ا. فقول له طبعا الرغبة يعني دي زاير. عندي رغبة قوية اكون من المتفوقين هذا العام. السؤال اللي بعته بيقول. طيب بتكلم هنا عن ايه? عايز يقول المتبرعين بالدم. لان هنا ار جامع. متبرعي الدم بيتم فحصهم يعني قبل اتبرع بالدم. طيب انا عايز هنا كلمة متبرعين اللي هي دونرز. فاقول له بلاد دونرز. اللي هم متبرعي الدم. طيب الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. the argument was settled out of court by mutual نقط. هنا بيقول argument اللي هو النزاع يعني او المشكلة. عايز يقول تم تسوياتها او تم حلها خارج المحكمة. عايز هنا بقى يقول بالاتفاق المتبادل. كلمة يعني متبادل. يبقى عايز اقول كلمة قدوة يعني رول موديل. او عادت لخبط في الحروف. هتقول له هنا رول موديل يعني قدوة. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا بلد نقط شود بي تشيكت ريجولارلي. طيب خلي بالك هو هنا عايز يقول ايه بقى الذي يجب ان يفحص بانتظام. ممكن اقول هنا ضغط الدم. يجب ان يتم فحصه بانتظام. طيب ضغط الدم يعني بلد بريجر. خلي بالك هتقوله هنا بريجر. اللي هو يعني ضغط الدم. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا بلد نقط is a voluntary procedure that can help save lives. هنا بيقول لك ايه هو الاجراء التطوعي اللي تقدر تساعد في انقاذ حياة اشخاص. طبعا هنا بيتكلم عن حاجة تنقص حياة الانسان اللي هي طبعا التبرع بالدم. التبرع بالدم يعني بلد دونيشن. فاقوله هنا دونيشن اللي هو التبرع بالدم. السؤال اللي بعده بيقول هنا everyone of us has a rule to play to note our community. طيب كل واحد فينا بيكون لي دور بيلعبه. عايز اقول لك في دعم المجتمع. يبقى عايز هنا كلمة دعم. دعم اللي هي support. فاقوله هنا support. طيب اللي بعده بيقول هنا parents الوالدين play an important نقط informing the character of their children. الوالدين بيلعبوا. عايز اقول دور مهم في تشكيل او تكوين شخصية اطفالهم. طيب يعمل دور دي اسمها play role. فاقوله هنا role. بعد كده بيقول if your parents don't want these close anymore. let's note them to the poor. بقول لك لو الوالدين مش محتاجين الهدوم دي يعني مش عاوزين الهدوم دي على الاطلاق. يلا بينا نتبرع بهم الى الفقراء. عايز يقول كده. طيب كلمة يتبرع دي اسمها donate. يبقى له هنا donate. طيب اللي بعده بيقول هنا people who have a long term illness usually need blood not. طيب الناس اللي بيكون عندها مرض مزمن طويل الامد. عادة بيحتاجوا خلي بالك عايزون نقل للدم. نقل الدم يبقى transplants. طيب اللي بيقول هنا my father likes to give freely to other specially the needy ones he is not. بقول ان بابا بيحب انه يعطي بالمجان للناس. خاصة الناس المحتاجة. خاصة المحتاجين. هي ايه? هو بيكون ايه جدا? طالما بيدي حاجات مجانية يبقى هو كريم. كريم اوسخي يعني جينرس. فهنا اقول له الصفة جينرس يعني كريم. اللي بعده بيقول هنا. طيب هنا عايز يقول ان الاطباء بيعملوا اختبارات علشان يقيسوا مستوى الحديد في الدم. طيب مستوى الحديد دي اسمها iron level. فاقول له هنا level. بعد كده بيقول I usually feel frightened when the lines are not. انا عادة اشعر بالخوف لما خلي بالك الاسود تزقر. كلمة تزقر يبقى roar. بعد كده بيقول his note in making decisions makes him make mistakes. طيب هنا عاوز يقول يعني تصرعه في اتخاذ القرار بيجعله يرتكب اخطاء. طيب سرعة يعني speed. فاقول له سرعته في اتخاذ القرار. اللي هي his speed. اللي بعده بيقول هنا محمد صلاح is famous for his speed and not to score goals. محمد صلاح مشهور بسرعته وايه كمان في احراز الاهداف. طيب خلي بالك هنا عايز اسم لاني بقول لك ايه سرعته وقدرته على احراز الاهداف. طيب الاسم اللي هو ability اللي هي يعني القدرة. بعد كده بيقول my parents always not me when i do well at school. طيب الوالدين دائما خلي بالك بقى دايما بيمدحوني لما يعني اؤدي بشكل جيد في المدرسة. الفعل يمتدح او يسني يعني praise. فاقول هنا praise. طيب الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. هنا عاوز يقول ان شركتنا بيكون مقرها في القاهرة ولكن عندنا افرع اخرى في المدن الاخرى. طيب خلي بالك بقى كلمة مقره في دي اسمها based in. او عطت لخبط عندي based on يعني قائم على. انا عايز اقول هنا مقر في. يبقى هنا based in. مقرها في القاهرة. طيب اللي بعده بيقول اي نقط محمد صلاح for his speed and cleverness in scoring goals. برضو هنا بيقول انا معجب بمحمد صلاح لسرعته ومهرته في احراز الهدف. طيب كلمة يعجب بي دي اسمها admire. فاقوله هنا admire. I admire. اللي بعده بيقول هنا I so many familiar faces. نقط the crowd in the street. خلي بالك برضو بيقول ان انا شفت يعني وجوه عديدة مألوفة. شفت اوجه كثيرة مألوفة بالنسبة لي. خلي بالك هنا عايز يقول بين الزحام او الجمهور او الحشد في الشارع. طيب او هتطلخبط بقى. كلمة between يعني بين شخصين. بين حاجتين. بين شيئين. اما انا عايز اقول هنا amongst بين يعني الجمهور او بين الحشد. طيب اللي بعده بيقول صلاح نقط many young people to become professional footballers. like him. طيب. هنا بيقول ان صلاح عاوز يقول بقى يلهم العديد من الشباب لكي يصبحوا يعني لعيبة محترفة مثله. طيب هنا عايز كلمة الهمة. الهمة اللي هي طبعا inspire. يلهم يعني inspire. بقوله هنا inspire يعني الهم شباب كتير. اللي بعده بيقول هنا رسالة is an Egyptian نقط وتشهل بالزابور. طيب بتكلم على جمعية رسالة. عاوز يقول هنا انها يعني جمعية خيرية تساعد الفقراء. طيب جمعية خيرية يعني charity. فاقوله هنا charity اللي هي يعني مؤسسة او جمعية خيرية. اللي بعده بيقول هنا the place where you were born and grow is called يور ايه? طيب ايه المكان اللي انت ولدت فيه? وكبرت ده اسمه ايه? طبعا ده مسقط رأس او المقر مسقط رأسه يعني home town. فاقول هنا home town. بعد كده بيقول هنا I had to travel abroad as my boss sent me on a note to لندن. بيقول كمان ان انا اضطريت اسافر الى خارج البلاد. لان مديري في العمل ارسلني في ايه الى لندن? طبعا هنا عايزوا في مهمة. طيب كلمة مهمة اللي هي mission بتساوي عندي كلمة task هي هي. بعد كده بيقول هنا a lot of charities should be not to help the poor and the needy. طيب بيقول كثير من الجمعيات الخيرية يجب ان تكون ايه? لكي تساعد الفقراء والمحتاجين. هنا عايز اقول يجب ان تكون اسسة تم تأسسها يعني. طيب خلي بالك بقى. عندي الفعل found احنا قلنا ده فعلة اساسي منتظم بمعنى يؤسس. الماضي منه founded. ما يلخبطكش ان عندي هناك find يعني يجد الماضي منها found وجه ده. اما ده founded هي الماضي من فاود اللي هي يؤسس يعني. بعد كده بيقول giving blood can have health and save lives. طيب احنا قلنا التبرع بالدم. ممكن انه خلي بالك بقى عاوز يقول هنا يقول ليه? فوائد صحية تنقذ الحياة. طيب وبينقذ الحياة يعني. فوائد دي اسمها benefits. نكمل مع بعض. السؤال اللي بعده. بيقول هنا محمد صلاح نقط is happiness maker. طيب بيدي يقول ان هنا محمد صلاح عايز يقول يعني لقب محمد صلاح او شهرة محمد صلاح هي صانع السعادة. طيب خلينا نشوف كده واحد واحد. يعني اسم العائلة. الاسم الاول. انا عايز اقول هنا اسم الشهرة. اللي هو مين? بالرفوع عليه. طبعا يعني اسم مستعر. اللي بعده بيقول هنا. نقط اسوان طيب عايز برضو يقول انا معجب يعني باسوان او انا اعجب باسوان في الشتاء. لان طبعا التقسي بيكون رأة. الفعل الوحيد اللي ينفع هو ادماير. هيت يعني يكره وديسلايك يعني يكره. فالصح هنا ان انا اقول له ادماير. بعد كده بيقول ايت تيمز بلاي ذا نقط اف اتشامبينشاب. طيب تمن فرق بيلعبه. عايز يقول في الدور الربع النهائي في البطولة. طيب دور الربع النهائي ده اسمه فاينال. فاقوله هنا فاينال. نهائيا. بعد كده بيقول اي هاف افريند هو ووركس انا بيك كامباني نقط ان كويت. لسه اي لنا فوق. انا عندي صديق اللي بيعمل في عايز والشركة كبيرة مقرها في الكويت. طيب مقره في يعني بيزد ان. لازم نحفظها كلمة مهم. بعد كده بيقول هنا. انفورشنتلي لسوق الحظ. بسوق الحظ الرجل العجوز. مات بعدها عايز يقول فترة مرض قصيرة. مرض يعني النس. اللي بعده بيقول هنا. طيب. هو هنا بيقول انه فقط يعني في اخر حياتها. وجدت. هي وجدت يعني ازول السلام. وايه كمان? اه في الفكر وراحة البال. طبعا هنا ما ينفعش اقول غير اسم السلام ويه? السعادة. found happiness. وجدت السعادة في اخر حياتها. واللي بعده بيقول بيقول ان بابا هنا خلي بالك يعني لا يتدخر جهدا. بابا لا يتدخر جهدا انه عايز يقول بقى يقنعني بان لما يكون عندي وظيفة كويسة. ده هيديني اللي هو اللي هيب يعني. طيب يبقى هنا عايز كلمة يقنع اللي هي. فاقول له هنا. الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا سؤال ام ار كيو. قلنا السؤال ده بنختار من خمس اختيارات اجابتين. طيب بركز معا كده السؤال الاول بيقول هنا. I will always be grateful for my parents who support me. بعد كده بيسألك بقى بيقول لك كلمة support can be replaced by A. طيب هنا بيقول ان يعني انا دايما بكون ممتن للوالدين اللي بيدعموني لبابا وماما يعني. بيسأل بقى كلمة support اللي هي معناها يدعم. ممكن استبدلها بايه. طالما قال لك استبدلها بايه. يعني عايز حاجة بتسويها. عايز السنة نمليها. طيب support يعني يدعم. اللي بيسويها. كلمة assist برضو معناها يساعد. وكلمة aid بتجيب معنى يساعد. طيب ignore يعني يتجاهل. يعني يهمل او يتجاهل برضو. ومن تين يعني يحافظ. طيب بعد كده بيقول هنا. بيكمل وبيقول طيب بيقول من المهم للناس ان يكونوا صدقات. عايز يقول كده. لان بعد كده بيقول ان الانسان اجتماعي بطبعه. يبقى هنا عايز يكون. طيب يكون صدقات make friends او have friends. بمعنى يكون صدقات. اللي بعده بيقول هنا they donated blood to save the injured. السؤال بقى. the synonyms of the word donated are not and not. طيب بيقول ان هما تبرعوا بالدم. لينقزوا المصابين. السؤال يعني معنى او مرادف. كلمة donate يعني تبرع. ايه بقى اللي بيسوا في المعنى. عايزينا كلمتين. طيب كلمة kept يعني يحافظ دي عكسها. ان هنا اقول give. اللي هي يعني معناها. اعطى او تبرع بالدم. وطبعا التوك يعني يأخذ او اخذ الماضي منها. وكلمة اللي هي برضو معناها. مادة او اعطى او تبرعها بالدم. فدول بيسواها في المعنى. طيب الصفحة اللي بعد كده هنكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. طيب بيقول لك هنا عشان نجيب عكسين لكلمة ايه هما? طيب يعني عايزة عكس اللي هي معناها يمتدح او يسني. طيب عكسها كلمة يعني يكافئ او يمنع ما تنفعش طبعا. انا عايز اجيب عكس يمتدح. دي برضو معناها يشجع ما تنفعش. كلمة دي يعني يعاقب تنفع. دي يمدح دي يعاقب. وكلمة دي معناها يلوم برضو تنفع. واحد بيمدح والتاني بيلوم. طيب طبعا كل يعني يقتل لا. بعد كده بيقول. طيب هنا طالب منك برضو عكس ليه كلمة اللي هي معناها الغباءة. خلي بالك الكلمة دي اسم. لما تيجي تجيب عكسها هيبقى اسم برضو. طيب برضو دي عكسها اللي هي الزكاءة. طبعا دي صفة ما تنفعش حطها هنا. طيب عندي كلمة برضو دي عكسها اللي هي يعني معناها طبعا الشطارة والزكاء هما عكس كلمة الغباءة. طيب بعد كده هنكمل مع بعض. بيقول هنا بيقول هنا بيقول هنا ان الشركة حصلت على مكانة دولية في السنة السنوات الاخيرة. السؤال بقى كلمة بريستيج طالب برضو عكس كلمة اللي هي معناها مكانة او وجاها. طبعا دي عكسها. عندي هنا طبعا يعني عدم الاهتمام تنفع. وبرضو اللي هي طبعا عدم الاحترام او التحقير. دي كل اتنين دول طبعا عكس كلمة اللي هي الوجهة. طيب بعد كده بيقول هنا بيقول هنا بيقول لك معنا كلمة يعجب. طيب عايز معناها. معناها عندي كلمة يعني يقدر صح? وبرضو معناها يقدر. فالكلمتين هنا عكس كلمة ادمير. ابرشييت ويستيم. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا اننا بقى نختار اختياري واحد من اربع اختيارات. السؤال الاول بيقول هنا ايام ريدنج اه بريسينت نقط اباوت كيليو باترا شي واز ا هنا بيقول ان انا بقرأ عايز اقول هنا سيرة ذاتية حديثة عن الملكة كليو باترا وان هي كانت شخصية او سيدة رائعة. طيب احنا فاكرين ان عندنا كلمتين. اوتو بايجرافي وايه بايجرافي. اوتو بايجرافي دي اللي هو السيرة دي الشخص هو اللي كتبها. طبعا ده ما ينفعش. لان دي طبعا شخصية فرعونية قديمة. فالصح ان انت تقرأ بايجرافي سيرة عن كليو باترا حد تاني كتبها في العصر حديث. اللي بعده بيقول هنا كلمة طيب يعني رغبة. هو طالب منك معنى كلمة رغبة. طيب دي معناها احباط ما تنفعش. يعني مهاناة يعني قدرة. ملاش علاقة وعايز حاجة تساوي رغبة اللي هي كلمة بتيجي بمعنى ارادة. فتنفع هنا ان نختارها. اللي بعده بيقول هنا. بيقول ان الفيلم اللي انا شاهدته اللي اللي فاتت. خلي بالك عاوز يقول هنا قائم على قصة حقيقية. مبني على قصة حقيقية. طيب مبني على او قائم على دي اسمها بيزد اون. طيب بعد كده بيقول هنا طيب ياسين عايز اقول انه لم يشارك مش هيشارك يعني في السباق لانه هو مصاب. طيب كلمة يشارك اسمها على بعضها كده. فهتقول هنا. واللي بعده بيقول هنا. بيقول انه هو بيساعد الفقراء في منطقته. هو معروف بانه ايه? طالما بيساعد الفقراء يبقى هو شخص كريم. او معروف بيه. خلي بالك كرمو. هو هنا عايز اسم. مش عايز صفة. كرمو اللي هي كلمة يعني كرم. بعد كده بيقول هنا نقل الدم. بيقول ان هي عملية وضع دم في جسد اه مصاب يعني. طيب خلي بالك عندي هنا كلمة يعني نقل دم. ولكن هنا جاي جمع وهو جايب لي از. يبقى هنا عايز يقول ما ينفعش. لعمليات نقل الدم. لكن ممكن اقول اللي هي طبعا نقل الدم. بعد كده بيقول النني موفد تو يورب نقاط زا سيم تايم از محمد صلاح. بتكلم هنا عن محمد النني. بيقول يعني انه انتقل الى اوروبا. عاوز يقول في نفس الوقت اللي محمد صلاح انتقل فيه. طيب في نفس الوقت دي اسمها ات ذاتي سيم تايم. يبقى هنا تقول لي ات. واللي بعده بيقول هنا. بيقول ان الوالدين يجب ان يكونوا قدوة خلي بالك بقى ليه اطفالهم. طيب يبقى هنا اسمها قدوة ليه او بالنسبة ليه اطفالهم. واللي بعده بيقول. طيب هنا عاوز يقول ان مدرسي معجب بيه بسبب مساعدتي للرجل الفقير. خلي بقى لك كلمة بيجي وراها شخص. وبعدين احنا قلناها فور. يبقى له هنا ادماير فور. طيب الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا اسئلة القواعد. طيب السؤال الاول بيقول هنا. خلي بالك بقى هو هنا عايز يقول ان اخويا بيلعب كرة قدم وتنس في النادي. هنحل ازاي هنا. بص كده كلمة ده فاعل مفرد. طيب. كلمة ما بتجيش ابدا بعد الفعل المفرد. فعل في المصدر. مفرد يبقى جيب الفعل اخره اس. طيب. اه تنفع. بيقول ان اخويا بيلعب كرة قدم. ده مضارع بسيط. المضارع البسيط لما يكون عندي الفاعل بيكون مفرد. الفعل بيجي فيه اخره اس. طيب ما ينفعش ده مبني للمجهول في المضارع البسيط. هنا الفاعل معلوم اخويا هو اللي بيلعب. فدي كمان ما تنفعش. وار بلايد ما تنفعش علشان جمع. اخويا هنا مفرد. طيب اللي بعده بيقول. نفس الكلام برضو هنختار الاختيار الخطأ ونستبعده. طيب هنا تنفع ولا لأ? حط عينك على الفاعل وفتكر. ده جمع. مضارع بسيط. والفاعل جمع يبقى الفاعل يجي فين? في المصدر برافو عليك. يبقى هنا تختار طيب ما تنفعش عشان الفاعل جمع. برضو ده مبنى للمجهول. الفاعل هنا معلوم. يبقى كده ما تنفعش. وار بلايد طيب ما تنفعش ليه? مبنى للمعلوم برضو. مبنى للمجهول برضو. هنا الفاعل جمع. ما تنفعش علشان خطر الفاعل معلوم. طيب بعد كده بيقول هنا. فوتبول اند تنس نقاط دا كلاب. خلي بالك بقى. هنا بقى بقى بكرة القدم والتنس. هم اللي بيرعبوا ولا بيتم اللعب بهم? بيتم اللعب بهم. يبقى دي جملة مجهول. يبقى المجهول الفاعل ما يقدرش يعمل الفاعل. المفاول بها اللي في الاول دا ما بيعملش الفاعل. كرة القدم بيتم اللعب بها. يبقى دي كده مش جملة مبنى للمعلوم. لذلك هنستبقى ده مضرع بسيط مبنى للمعلوم. طيب عندي از بلايد ولا بص هنا شوف كرة القدم والتنس دا تنين جامع يعني. يبقى اختار يتم اللعب بهم. طيب بعد كده بيقول طيب هنا نفس الكلام برضو كرة القدم بيتم اللعب بها ولكن هنا المفعول به الاول هنا مفرد. كرة القدم مفرد. يبقى انا هقول ايه? عشان دي جملة مبني المجول والفعل عندي مفرد. بعد كده بيقول طيب ده سؤال. خلي بالك بقى عشان ده سؤال. كلمة لها قاعدة بيجي بعدها الفعل في المصدر. بدون اضافات زي ما تعودنا. يبقى الفعل في المصدر. هل امير هيحضر حفلة عدم الاداك? يبقى هنا الفعل بدون اضافات علشان طيب الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا علي نقاط طيب عايز يقول ان علي بيكون في البيت دلوقتي. هو في المدرس. خلي بالك عايز ينفي لانه في المدرسة فيقول ان هو مش في البيت. اصلا بتدل على المدارة المستمر. ولكن خلينا نشوف الاختيارات كلها. كلمة ما تنفعش. ليه? لان هنا بينفي بقول لك هو في المدرسة. يبقى هو مش في البيت. يبقى دي ما تنفعش. طب اصلا ما ينفعش تيجي مع بي ولا لا تطبق القاعدة. طيب تنفع. طب هز برضو غلط. الصح ان انا اقول علي مش في البيت هو في المدرسة دلوقتي. اللي بعده بيقول هنا. نقاط. خلي بالك هو هنا جبها لك سؤال بقى. طالما سؤال يبقى عايز في الاول فعل مساعد وبعدين فاعل. طيب نفس القصة. هنا عندي ضز علي بي ولا بي ما ينفعش يجي معه ضز اصلا. طيب اما العلي غلط ليه? لان هنا بدأ بالفعل انا كنتقل بتبقى صح او العلي. بل الاجابة عندي هتبقى علي. هل علي يكون في البيت? لان ده سؤال بيبدأ بفعل مساعد وبعدين الفعل. واللي بعده بيقول ونقاط طيب نفس الكلام هنا عايز يقول اننا يعني لم نتناول الغداء قبل ما بابا بيرجع البيت. طيب خلي بالك الوحدة كده غلط. ليه بقى? لان الفعل يتناول هنا جاي فعل اساسي. لما جان فيه بن فيه او عشان استخدمها بيجي بعدها الفعلة في تصريف الثالث. فدي كده غلط. الصح ان انا كنت اقول يعني لم نتناول الغداء. طبعا لغويا غلط يعني احنا مش هنكون غدا ما تنفعش. وزي ما قلنا ما بتجيش مع بي. دي قاعدة كده. بعد كده بيقول نقط طيب هنا ده سؤال. وان السؤال لازم يبدأ بفعل مساعد. وبعدين يجي بعد منه الفعل. فغلط. طيب ينفع ان انا اقول برضو غلط لان كده مش فعل كده فعل مساعد يجي بعدها تصريف تلت على طول. لكنها هنا فعل اساسي. عايز اقول هل انت تناولت الغداء? يبقى الصح ان انا اقول ايه? طيب الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول نقط ميت. خلي بالك بيتكلم عن الاسود. طبعا الاسود بتاكل اللحمة. طيب الاسود دي جامعة مفرد جامعة. ده مضرع بسيط. ما ينفعش هنا استخدم لان الفعل اخر اس لو كان الفعل مفرد. لو كان بيقول لي طيب ات تنفع? اه لانها بتاكل اللحمة. فاقول له صح. فعل فين? في المصدر لان الفعل جامعة. طب مهي اتتنفى يا مستر صح? بس هنا بيقول لك ان الاسود لا تأكل اللحمة. لا دي حقيق. الاسود بتاكل اللحم. طيب طبعا غرط. هنا بيقول نقط آه خلي بالك بقى هنا عاوز يقول ان الاسود لا تأكل الحشائش. هنا ما ينفعش اصلا تقول تأكل. هي لم تكلش حشائش. اولا دي غلط لغويا عشان خطر جمع فماش هينفع الفعل اخر بس. طيب لو كانت اللحم كانت تبقى صح. لكن الحشائش انا عايز انفي. يبقى اقول طيب بعد كده بيقول هذه الشربة. خلي بالك عاوز يقول ان ما ضقها جايب. برضو هنا بيتكلم عن آه خلي بالك فعل مفرد يعتبر. فيقول له هنا الفعل اخره اس. وخلي بالك كلمة من افعال الحالة فمش هينفع اخد معها مضارع مستمر اصلا. بعد كده بيقول نقط بيقول بيعمل في شركة كبيرة هو محاسب هناك. طيب خلي بالك الزمن ده مضارع بسيط. ليه بقى? لان دي حاجة دائمة بتتكرر. يبقى اقول له لان الفعل مفرد. مش كده? ما تنفعش لان الفعل مفرد. طيب ده طبعا مش حدث مؤقت ده حدث دائم. فاقول هنا مضارع بسيط. بعد كده بيقول افتر اي نقط اي لانش. اي ويل تيك اشورت رست. طيب خلي بالك عندنا روابط يا شباب لان روابط دي عليك في الوحدة لازم تحفظها. زي كلمة وزي في الحالة الاولى اللي احنا اخدناها قبل كده. طيب بيجي بعدها مضارع بسيط او مضارع تام لو الضملة التانية كانت مستقبل. طيب الضملة عندي هنا مستقبل يبقى عايز هنا اي اما مضارع بسيط اي اما مضارع تام. طيب ما تنفعش. انا عايز اقول اللي هي مضارع بسيط. وهد دي ماضي وهد هد ماضي تام. يبقى انا هيجيب لي اما مضارع بسيط اما مضارع تام. فاقول له هنا افتر اي هاف. طيب الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. my father works as a doctor. هي نقط بيقول ان بابايا بيعمل كطبيب. عاوز بقى يقول ان هو غالبا بيكون مشغول في فحص المرضى. طيب خلي بالك عندنا قاعدة بتقول ان ظرف التكرار بيأتي قبل الفعل الاساسي وبعد اام واز وار. يعني هنا كلمة اللي هي ظرف التكرار بتيجي بعد اام واز وار فدي كده غلط. طيب از افن? تمشي. طيب تفعل تنفع. لان ظرف التكرار بيأتي قبل الفعل الاساسي. هز هنا فعل اساسي. طيب هز افن دي غلط. طيب هختار بقى از افن ولا هز على حسب المعنى. هو عايز اقول ان هو غالبا بيكون مجهول. دي صفة. يبقى له هنا ايه? برافو عليك. طيب بعد كده بيقول لين نقاط something to do she is busy. طيب خلينا نشوف كده. بيقول ان لين عايز يقول ان هي يعني عندها اه بعض الاشياء بتعملها هي بتكون مجهولة. طيب عندي ورضو دي زرف التكرار. قلنا زرف التكرار بيأتي قبل الفعل الاساسي اللي هو هاف او هاز. وبعد اقامه الزعار. طيب دي تنفع. طيب هاف كده غلط لهوين. يبقى هنا ما ينفعش ان زرف التكرار يجي بعد الفعل الاساسي. طب برضو تنفع. اما هاز زي ما قلنا. المفروض ان تيجي الاول. طب انا بقى هاختار ولا على حسب الفعل. لين ده اسم مفرد. يبقى هنا هاختار طيب اللي بعده وبيقول طيب خلي بالك بتقول انا بزور اجدادي مرة او مرتين في الاسبوع. بيقول هنا مرة في اول السنة ومرة في المنتصف. يبقى هنا خلي بالك مرة في اول الشهر يعني. ومرة في المنتصف. يبقى هنا كم مرة. مرتين يبقى مش هتنفع لان دي معنى مرة واحد. برضو غلط. طب انا عايز اقول مرتين في الشهر. هقول طبعا قلنا اه دي بتجيب معنى في يعني مرتين في الشهر. طيب اللي بعده بيقول هنا نوعات ايه? طيب خلي بالك لها قاعدة. احنا عارفين قبل كده ان بيجي وراها الفعل في المصدر. ولكن كلمة لما بيجي قبلها بيجي بعدها زائد الفعل وضف له اي ان جي او اسم. يبقى انت هنا مجبر انك تجيب فعل وضف له اي ان جي او اسم. طيب. يبقى انت عايز هي دي اللي تنفعها. يبقى طيب بعد كده بيقول برضو اخدنا حاجة شخص بيجي بعدها المصدر. دي بتسوي بيجي بعدها تقول ايه? والمصدر. فانت هنا هتقول لي لازم تحفظ القاعدة دي كويس. طيب بعد كده بيقول حسين نقط. طيب خلي بالك الفعل هنا جاي مضاف له اي ان جي. طيب يبقى هنختار ايه? حد يتسرع ويختار دي بيجي وراها المصدر. ما تنفعش. يبقى هنا عايز يقول يبقى انت مطالب ان انت تختار ايه? على بعضها. ما ينفعش حتى اختار من غير ما تنفعش برضو. ويوزد الوحدة ما تنفعش. فانت هنا تقول طيب هنكمل مع بعض. بيقول هنا. خلي بالك يعني في الالفية الماضية. يعني معنى كده ان الحدث ده في الماضي. في الماضي يبقى هتجيب الفعل هنا في الماضي. اللي هو طيب بعد كده بيقول طيب خلي بالك هنا عايز يقول ان الشباب بيتم تعلمهم ان يصبحوا علماء احياء. خلي بالك الشباب هنا ما ينفعش اصلاح دم تيتش. ليه? لان هو بيقول لو هقول تيتش يعلم يبقى الشباب بيعلمه مين? ما عنديش هنا مفعول. فالجملة هنا تعتبر مجهول فمنفعش تيتش. طيب تيتش اصلا غلط لان الشباب جمع. يبقى الصلاح ان انا اقول طيب بعد كده بيقول نقاط طيب ده سؤال برضو. عندي هنا اداة الاستفهام والتايم يبقى عايز فعل مساعد. فالمساعد هنا خلي بالك عندي فعل في المصدر. فمش هينفع ولا هينفع دي بيجوارات صرف تالت. طيب دولة هنا بتكلم عن الفصحة. مفرد يبقى اقول ايه? عايز اقول ايه الوقت اللي الفصحة بتبدأ بيه في المدرسة. طيب الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. شي نقط. طيب خليب هلك من حاجة هنا. الفعل الفعل اخر اس مش جاي في المصدر. طيب لازم وراها الفعل في المصدر. فغلط. طيب برضو الفعل في المصدر. فغلط. طيب لا بيجو وراها الفعل في التصرف التالت اصلا. فغلط. اللي عندي تنفع ممكن استخدمها وانفي بيها المدرع البسيط ولا تؤثر على الفعل. فصح هنا ان انا اقول بيقول هنا. طيب خلي بالك هنا بيقول زملائي وانا عادة بنتناول الافطار سويا. اول حاجة بتحدد الفعل. الفعل عندي هنا جمع زملائي وانا. يبقى هاز مش هتنفع. كان مفروض يقول هاف. طيب. تاني حاجة الجملة دي معلوم. فانت ممكن تقول ان انا واصحابي عادة بناكل. فتقول هاف تنفع عادي مفيش مشكلة. طيب. طبعا هاد مش هتنفع. لاني خلي بالك هاد هاد يعني مضارع تام. برضو مش مش موجود عندي. وار هافنج برضو مش هتنفع. اللي بعده بيقول هنا. معي لاتل سيستر. نوعات ميلز او دورز. طيب هنا بيقول اختي الصغيرة خلي بالك بقى. عاوز يقول انها ما بتكلش بالخارج. طيب كلمة هازنت الوحدها غلط. قلنا هازنت لما بتيجي لازم يجي وراها تصريف ثالث. فدي غلط. طيب نيفر هاز. اه احنا قلنا نيفر. ممكن انفي بيها المضارع البسيط ولا تؤثر على الفعل. يبقى صح لان الفعل هنا مفرد. يعني اخت الصغيرة never has. طيب بعد كده بيقول the community نوعات to look after wild animals. خلي بالك بقى. بيقول هنا ان المجتمع عايز يقول بيتم تشجيعه انه يعتني بالحيوانات الاليفة او الحيوانات البرية. خلي بالك هنا دي جملة نبني للمجهول. المجتمع مش هيشجع بيتم تشجيعه. يبقى as encouraged. هقول له هنا as. وتصريف التالت. بعد كده بيقول tigers not haunted as much as in the past. طيب. عاوز يقول ان خلي بالك النمور لم يتم استياضها بكثرة مثل الماضي. زي ما كان في الماضي يعني. طيب النمور هنا جمع. يبقى مش هينفع isn't ولا ينفع عندي المفرد. طيب عندي هنا هاف مش هتنفع لان انا عايز انفي. فهاف مش هتنفع. وكمان هاف ما ينفعش انها استخدمها هنا. ده ما ابني المجهول. طبعا الصيغة هنا بتدل على انه دلوقتي ما بيتمش استياضها زي الماضي. ما ينفعش هنا مدارع اللي هي. اللي بعده بيقول هنا كريم used to play chess but now he not. كريم اعتاد ان يلعب شطرنج. ولكن دلوقتي هو ايه? احنا قلنا ان لما يكون عندي used to وبعدين في but now بعد كده بنفي مدارع بسيط. يعني هو زمان اتعود ان هو يلعب شطرنج. لكنه دلوقتي ما بقىش يلعب. يبقى انا عندي هنا مدارع بسيط منفي. طيب هي هنا فعل مفرد. يبقى هتستخدم ايه? doesn't. يبقى قلو doesn't. واللي بعده بيقول هي نقط طيب. هو خلي بالك عايز اقول ان هو اعتاد ان يعمل بجد. هو قوي. طيب احنا عندنا كلمة used to بيجي وراه فعل في المصدر. مش كده? فدي ما تنفعش معايا. وdidn't used to بيجي وراه مصدر. عندي هنا اسم. طب ايه اللي بيجي وراه اسم? او بيجي بعد منه? فعلا ما ضف له ing gets used to. يبقى قلو هنا gets used to. واللي بعده بيقول when i was in alex i always not to the beach. طيب بقول لما انا كنت خلي بالك ده ماضي. لما كنت في الاسكندرية انا دايما زهبت الى الشاطئ. طالما ماضي بها اختار went. طيب بعد كده بيقول نقط teaching students of mixed tablets. طيب نركز كده النداء سؤال. حدد النداء سؤال. لا يا مستر? لان السؤال بيبدأ بفعل مساعد. جت مش فعل مساعد ما تنفعش. طيب have you use have اصلا لو فعل مساعد يجي وراها تصريف تالت. فدي كمان ما تنفعش. وما للصحة هنا ان انا اختار مين? هختار are you used to? اللي بيجي بعدها الفعل مضاف له ing. لكن did used to عايز اوراها مصدر برضو. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيقول هنا. don't go out until your work not. طيب هنا خلي بالك في نهي. وعندي هنا رابط مستقبلي. لا تذهب هنا حتى عملك يتم انهاه او يتم عمله. يبقى هنا مبني المجهول. يبقى استخدم ايه? your work is done. كلمة until لما بيجي قبلها امر او نهي. يجي الجملة اللي بعدها على طول مدرعة بسيط او مدرعة ده. بعد كده بيقول بيكمل بيقول طيب هذه الجملة بتعني ايه? عشان نفهم لازم نترجم. بيقول ان بابا اعتاد انه خلي بالك في المدرعة اهو يبقى مدرعة. ما دي عادة بتحصل. تعود يعني انه يجيب لنا حلويات مزاقها حلو. يبقى ده لسه بيحصل. يبقى is a present habit. يبقى دي عادة في المدرعة. عادة لسه بتحصل.